بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في بارتن The Compressive Coefficient of the Stress الكلام ده معناه إيه؟ إنه إحنا محتاجين شوية معاملات علشان نحول أي شكل غير منتظم لتوزيع الاسترس على القطاع إلى شكل منتظم زي ما إحنا شايفين فيه مجموعة من المعاملات اللي هي K1, K3, K2 طب إحنا لو عندنا أشكال مختلفة زي ما إحنا شايفين فيه هنا Parabolic فيه هنا Triangle تعال نشوف هنا K1 معناها إيه؟ K1 هي عبارة عن نسبة بين Shaded Area على Area of Rectangular مساحة مظللة على المساحة الكلية هذه المساحة المظللة على المساحة الكلية طب في الحالة ديه بناخد K1 بتسوي إيه؟ 0.85 طب K2 0.425 الأرقام ديه أرقام سابتة بنشتغل عليها هنا في حالة المسلس K1 بتسوي نص K2 بتسوي 0.33 طب الحالة التالتة K1 بتسوي 0.67 الحالة بتاعة K2 بتسوي 0.378 واستخدام المعاملات ديه بيسهل علينا عملية الحسابات بعد كده في حسابات الكمبريشن فورس و التنشن فورس طب ده منظور بيوضح الحالتين ايه هما الحالتين؟ توزيع السترس الغير منتظم وهنا توزيع السترس المنتظم زي ما احنا شايفين هنا اقصى قيمة بنشتغل عليها اللي هي 0.85 Fc' Fc' اللي هي compressive strength طب فين موجودة في المستطيل اللي هو اذا كانت المسافة ديه ايه هتبقى المسافة ديه ايه على اثنين طب دي الكمبريشن فورس ودي التنشن فورس والتنشن فورس طبعا بتتغير حسب الحالة بتاعة الستيل هل الستيل وصل ييلد يبقى في الحالة ديه حيبقى ده Fy طب هنا التنشن فورس بتساوي ايه بتساوي الاريا ستيل في الف اس دي الحالة العامة الكمبريشن فورس بتساوي 0.85 Fc' B في A حيث B و A هم ابعاد القطاع اللي بنشتغل عليه او بمعنى ادق ان البي ديه هي العرض بتاع القطاع والA هي الدبس بتاع الكمبريشن زون المسافة بين الكمبريشن فورس والتنشن فورس هي عبارة عن J في D J في D بتساوي ايه بتساوي D مينس A على 2 اللي هي المسافة اللي موجودة فوق D طيب عندنا بيتا 1 بيتا 1 دي بتساوي ايه بتساوي 85 من مية وده ثابت امتى لما تبقى مقاومة الضغط بتاعت الخرصانة اقل من 4000 بي اس ايه او البيتا 1 بتساوي 85 من مية مينس بوينت 05 مضروبة في FC مينس 4000 على 1000 وده المعدلة اللي بنستخدمها الجنرال ولازم في جميع الاحوال الناتج عندي يبقى 65 من مية او اكبر بمعنى لو انا حسبت والمقدار ده اقل من 65 من مية بنعوض على طول بيتا 1 بتساوي 65 من مية طيب بنتكلم هنا على requirements for analysis of reinforced concrete beams لما نيجي نحل القطاع القطاع ده فيه حديد تسليح وفيه خرصانة ده توزيع السترين وده توزيع السترس عندنا حكتين ايه هما بنون السترس اتا بوينت هو نفسه السترين عند نفس البيت يعني بندرس عند بوينت معينة لازم نعرف السترس بيسوي كام والسترين بيسوي كام الحاجة التانية اللي يحصل equilibrium بمعنى ان internal forces balances with external forces اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة